السؤال الأهم كيف سيخوض الأهلي مباراة سيراميكا كريوباترا بكرة إن شاء الله ساعة 9 ونص في أو على السادة القاهرة قبل ما تكون أو هي فعلا هتكون المباراة الأخيرة أو المخطة الأخيرة لأهلي قبل ما نروح لمباراة الوداد خليني أقول لكم الأول طبعا زي ما قلت لكم في بداية الحلقة أنا أطمنتكم على الشناوي إن شاء الله الشناوي مع مصطفى شوبير ومع مخلوف هيكونوا جاهزين لمواجهة الوداد الكلام على حمدي فتحي رسميا ما فيش حاجة مؤكدة بالنسبة لحمدي وما نقفه مازال غير واضح هنعرف النهاردة أو هنتأكد ونتطمن عليه بعد ما يخضع للكشف الطبي مع دكتور أحمد أبو عبلا وإن شاء الله بإذن الله زي ما تعودنا مع الأهلي دايما الأهلي بمن حضر الحضاشر اللي هيمثلوا أو هيقترهم مصر كلها لمطش الوداد بإذن الله يشرفونا وبإذن الله يرفعوا رأسنا ويعملونا نتيجة مطمئنة بإذن الله قبل ما نروح للمغرب دخلوني يا راح أبو ضيفي النهاردة ونجمينا كابتن عمر الحديدي اللي بيشرفنا في السادسة أمسة أخير كابتن عمر سنون رسول أحمد أخبارك إيه؟ حمد لله رب العالمين دخليني كده أخذك شوية سريعا قبل ما نخش في تفاصيل المرحلة الصعبة دخليني يمكن الأسبوع والعشر تيام أو الأسبوعين دول تحديدا يمكن يكونوا أهم أسبوعين في الموسم كله وأكيد فيه تركيز كبير من الجهاز الفني على أنه يتعامل يعني معهم بأفضل شكل ممكن هسمع رأيك وتصورك دخليني عهدك لكاس العالم للشباب طبعا البطولة الأفريقية اللي صدفتها القاهرة والأهلة الشباب خليتنا نتفرج على منتخبات الحقيقة يعني رائع منتخب ولوين السنغال هو البطل واللي كنا متوقعين منه ويوصل لبقيت في كاس العالم لكنه خرج مبكرا لكن الحقيقة بقيت المنتخبات الأفريقية عاملة شغل ولا أربع يجي منشوف كده الجادوى للترتيب تعالوا نشوف المجموعات أفكركم وأتابع مع كابتن عمر بمجموعات كاس العالم للشباب دي المجموعة الرابعة اللي فيها البرازيل وإيطاليا متعرف طبعا برازيل وإيطاليا بقوتهم وجبروتهم ومعهم نيجيريا والدومينيكان نيجيريا ضمنت التقاوي حققت فوزة على الدومينيكان وحققت فوزة على منتخب إيطاليا وبينتظرها لقاء مع منتخب البرازيل على صدارة المجموعة هي كده كده ضمنت التقاوي لأن نتيجة المواجهة المباشرة بالضبط كده والتصفيات في بطولة كاس العالم بياخدوا أحسن أربع تقاوي يعني ممكن قوي البرازيل وإيطاليا ونيجيريا يتأهلوا عن المجموعة فدي نيجيريا بالمناسبة وعلى أهدت في الجول أن منتخب كابتن منتخب نيجيريا ما بيلعبش في نيدي ومتسجل على النادي واحد من محدش عرفه في نيجيريا نفسها نروح للمجموعة الخامسة جروب إي فيها إنجلترا وأوروغوي وتونس والعراق العراق للأسف خرج من البطولة ممثل طبعا عربي كنا نتمنى له التوفيق لكن تونس مقدمة عروض قوية جدا وبتنتظرها مواجهة أخيرة مع أوروغوي وإذا فازت تونس تتأهل مباشرة لو اتعدلت تونس تضمن أو تضمن أعتقد تضمن أنها تتأهل ضمن أربع توالد أحسن توالد ودي منتخب أفريقي الثاني الجروب أف أو المجموعة السادسة دي المفاجأة بقى هي مش مفاجأة قوي لأنها وصيف بطولة أفريقيا اللي كانت هنا في القاهرة لكن أنه جنبيا تطلع كاسر عالم وتتصدر مجموعتها وتكسب فرنسا وعلى حساب فرنسا وكوريا تبقى أفصادات المجموعة وتضمن التأهل دي بالنسبة لي مفاجأة المفاجآت وزي ما كان جنبيا حسن إسود مفاجأة بطولة أمم أفريقيا في مصر جنبيا في كاس العالم هي في الأرجنتين برضو حسن إسود مفاجأة البطولة بدون نقاش بس يا سيد أحمد الناس دي بتدرس كويس قوي يمكن محل الأداء هو مصر الجنسية أنت وتني معلومة دي أنا أرحق أو مر أعرف محل الأداء مصر الجنسية أعتقد اسمه عبد الفتاح محمد حامد محمد عبد الفتاح أو حاج عبد الفتاح هو محل الأداء الراجل شغال منه هو ابتدى من القاهرة للمشروع أنه بيحل الأداء كل فرقة بيحل بطريقتين مع المساعد بتاعه تحليل لفرقته لنقاط ضعف وتحليل نقاط القوة في فرقة الثانية بيشتغل من هذا القبيل ويشغل كويس قوي وصل بجنبي أنه يتبقى أول المجموعة زي ما احنا سامعين دلوقتي ومترشحة ومحقق على حساب فرنسا وعلى حساب اليابان يعني إجمالا مشاركة الأفريقية مشرفة طبعا نشوف تلات منتخبات مع عتولة يعني سواء برازيل إيطاليا فرنسا أورجوي يعني يعني هو بيقولوا أن الدنيا بتقرب قوي أنا كنت وصيف أفريقيا بس أنا حاطت هدف أن أنا أكون في الأرجنتين ليساب هنا كمان مهمة أقول يا كابتن عمر أنه القصة أبدا مش قصة إمكانيات يعني جنبيا على مستوى التاريخ والألقاب والبطولات وانتخبات وأندية مفيش طبعا يعني محدش يسمع لكن أصدأ أقول أنه في تجارب لازم تحط تحتها مية خط وتقول أنه القصة قصة ناس بتشتغل ناس حطت برنامج عارفت تختار صح عارفت تحدد أهداف وعارفت توجد الأدوات لتحقيق الأهداف دي وهي تحقق ما هو دلوقتي أنت حضرك وهم وفي القاهرة لفتوا أنظار أربع خمس لعيبة كانت موجودة عندهم اتنين في نص الملعب وهوف يمين واثنين فرودة متوسط العمر 2003 و2004 يعني الناس دي بتشتغل من فترة مش لسه حديث الكلام يعني الناس شغالة بمعدل أنا هوصل لهدف معين إن أنا لحققات بطولة أفريقيا ولو وصلت إن أنا سعدت الكاس العام في الأرجنتين أكون إيجابي هو دلوقتي شغال كده أنا محققتش كنت وصيف في بطولة أفريقيا بس أنا إيجابي وواضح إمكانيات لعيبتي ولعيبتي خدت من الخبرات ما ياتفي إنه في معظم الأوقات بيبقى الهدف بس أنا أتآهل لكاس العالم تمثيل مشارف تمثيل مشارف والظبط لكن الناس دي مش بس عايزة تآهل كاس العالم دي عايزة تروح كاس العالم كبان تعمل حاجة شابو يعني جامبيا بالذات تونس منتخب دولة كروية يعني دولة كبيرة نيجيليا طول عمرها بالذات في المراحل الصغيرة دي ما بتهابش حد أرجنتين برازيل أولمبياد دهبية كاس عالم يعني متعودين ما عندهمش المشاكل الأسماء الكبيرة اللي شفناها مع منتخب نجالزة زيكان وضنيل أموكاشي وقسف الأكوشة وكلام الأسماء دي كلها سمعناها أما راحوا كاس العالم وكسبوا أطلنطا مع البرازي شفنا الأسماء دي صحيح طيب خلينا نروح لموضوعنا نتمنى الحقيقة يعني يعني نتمنى إذا كنا نتكلم على خطط بعيدة المدى أو يعني في تجارب هي ممكن نستفيد منها ولو أني مش عارف مصر ممكن مصر بقيمتها وبتاريخها وأنديتها وأبطالها تستفيد من جميع إزاي بس المهم يعني تجربة محترمة لازم نحييهم على اللهم طبعا تسمح لي بعد إذنك أنا كنت في فقرة الأخبار كان فيه رسالة مهمة جدا حابب أوجيها لمحمود حمد الوينش والأحمد الأحمر محمود حمد الوينش ألف سلامة طبعا بصابة بتاعته أنا عرفت أنه خلاص يعني بيستعدني سافر ألمانيا عشان يعمل عملية رباط صليبي لكن محمود حمد الوينش واحد من لعيبة المحترمة اللي تجبرك على احترامه دايما في مجال المنافسة لازم يبقى فيه رقي واحترام فيه منافسة بيننا وبين بعض فيه منافسة بين الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد لكن ده ما يجبش أبدا أنه يقلل من احترام الناس اللي تستحق الاحترام ومحمود حمد الوينش بالتصريحه أن يوم 4 يونيو هيكون أهلاوي على فكرة ده المفروض يكون القاعدة ومش الاستثناء ده المفروض يكون الطبيعي مش اللي مش طبيعي فالحقيقة لازم أحييه على روحه دي ولازم أحييه على أخلاقه دي ولازم أقول أنه قيمة يجب احترامها بشكل كبير بص يا سيد أحمد أنا محمود ده من ولادي من أنا كنت ماسك الجيش وكان هو العيب عندي بص حضرتك فيه حاجة مهمة المبادئ ما تتجزقش محمود عنده مبادئ من الأول من الحج حمدي والإخواته للبيت أنا روحت عنده وجي عندي هو ليه هدف هدفي أن أنا ماشي على الصراط ما بديش دعوا بأي حاجة بالدور حولي ما عنديكش ده أغاء وأحقاده ما عنديش افتعالات أقولها أو أكون أداة أن أنا أقول كلام يقلل من إمتي هو إمته واسمه وحفر اسمه وسط العمالقة أنه من أحسن مساكين في أفريقيا الراجل عارف وبيقول إيه بقولك أربعة ستة هيبقوا أنا أهلاوي هو الراجل بيقتحم الموضوع بإيه إحنا دلوقتي من هو ساعد الكرة المصرية النادي الأهلي النادي الأهلي وصل لبطولة أفريقيا وإن شاء الله يحقق عشان يروح كاسر عامل أندي فأما الراجل يقول كلمة زي دي هو داعم لزملائه اللي هم زميل منتخب وزميل الأهلي داعم لإمكانيات الكرة المصرية وفرحته كمصري وليس زميل كاوي دي مربط الفرصة دي أهم نقطة أنا داعم كمصري بلتف حوالين النادي الأهلي إنه يوم أربعة ستة أنا أهلاوي يمس المصر والانتماء لمصر يجب أي انتماء تاني دا منطق الناس العقلة منطق الناس الفهمة منطق الناس الكبير على فكرة دا ليقلل أبدا أبدا من قيمته كواحد من أهم اللعيبة في مصر هو قيمته كلاعيب كلنا بنحترمها قيمته وطنيته كابن مصر داعم للنادي الأهلي هي دي نقطة مربط الفرصة معادي قلت داعم للنادي الأهلي من وطنيته لأننا راجل لعيب كرة عندي من الاحترافية أننا بميل لنادية اللي أنا في روح التنافس مع بعض بتبقى تنافس شريف بس في وجود أننا بيلعب ضد مين أنا داعم لنادية وليس للنادي الأخ صحيح أحمد الأحمر قيمة واحد من أهم لعيبة منتخب مصر في السنوات الأخيرة وقيمة زمال كوية أتمنى الحقيقة أنا شخصيا أقدره وأحترمه جدا وأتمنى أن أنا أشوف زي أحمد الأحمر نادي الزمالك قبل ما أنا أتمنى أشوف نادي الزمالك محتاج لناس كتير جدا بقيمة وبعطاء وبإخلاص وبانتماء أحمد الأحمر فالحقيقة أنا كمان بوجه له أنا بشكل شخصي بوجه له تحاية كبيرة جدا هو كلمة النجم والأسطورة بتتقال احترافية ولا كلام لا أسلوب ومواقف المواقف اللي بتتقال من أحمد الأحمر والوينش ما احتفظنا بالألقاب هو ده اللي يثبت نجوميتهم واسمهم تتردد في قناة الأهل تتردد في أي قنوات أخرى تتردد على السوشيال ميديا على أي مكان احتفظ بإمكانياتهم وأسلوبهم ورقيهم إنهم ناس دعمين للنجاح وليس للأغراض وطغاء وأحقاد ليه وإزاي لا دي ناس عندهم من الإحترافية إن أنا بدعم الناد الأهلي إن أنا مصري بدعم الناد الأهلي في الوقوف في جوار الناد الأهلي أربعة وإحداشر أربعة ستة وإحداشر الفكر ده يعني وإن كان للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد بقى قليل وبقى الفكر المضاد ليه الناس بتجاهر بيه بدون ما تتكسف وبدون خجل وبدون حياء وبدون ما تبقى حاسة إنها بتقلل من حجم انتماءها لكل ما هو مصري أو كل ما هو مشرف للعالم المصري يجب إن إحنا نحييه عشان نأكد على قيمة ده وأهمية ده وزارع ده في الولاد الجديد الشباب الجديد اللي طالع اللي لسه بيتعلم يعني إيه انتماء ويعني إيه منافسة شريفة ويعني إيه لما يكون فيه أي كيان أي كيان بيمثل مصر خارج الحدود لابد إن إحنا كلنا نبقى وراه وفي ظهره يعني كده حبيت إن أنا هايلايت أو أكد على المعنى ده والرسالة دي وهو ده اللي أنا أحب إذا كان فيه جزء من رسالتنا إن إحنا نوصله للشباب الجديد إنه يوصل لكابتن عمر اليوم الروح الفردية كزا مالكاوي ده حاجة تخصك وقت ما بيلعب ده النادي الأهلي الروحك كمصري دعما للنادي الأهلي وأي نادي آخر في إنك هتقف جنب بلدك أو جنب ناديك اللي بيمثل بلدك في اللقادي نروح لمرحلة المطبط الصعبة لا ماتش مطبط إن شاء الله يعني من يومين بصراحة كنت تبصص لمطش السيراميكا بالذات مطش السيراميكا يعني مطش أمبي ومطش الجيش يعني ما كانش فيه مشكلة مستر كولر يلعب بمين ويجرب مين ويرايح مين ويقعد مين الراجل يعمل زي ما هو عايز لكن مطش السيراميكا بالنسبة لي كونوا المواجهة الأخيرة للأهلي في الدوري قبل ما يقفل صفحة الدوري لدوري الأبطال إلي مهم جدا واحد إنه العناصر اللي بعيدة ترجع تحط رجلها في الملعب وتاختح حساسيات المطشات وتستعيد فورمتها العالية اتنين إنه يبقى بروفة حقيقية وانت عارف إنه المطشات غير التدريبات لمطش الوداد النهاردة الحسابات بتختلف والنهاردة أنا شخصيا بقول لا أنا أحافظ على لعبتي لقدر إصابة لاعب واحد ممكن يكون مؤثر أو غيابه عن مباراة الوداد ما يعوضهاش أي حاجة تانية بصو الزحنة كولر يمكن أنا كنت مع حضرتك أولا ما كولر جيه وقلت لحضرتك أما أتكلم عن مباراة الصبر قال لك أنا جاي مصر وبلغوني مباراة الصبر مع الزمالك اللي هتتلعب كولر التدوير اللي عمله الروتيشن اللي عمله كان تدوير عام معرفة النادي الأهلي بالمدير الفني ومعرفة اللعيبة بإمكانيات كل واحد للمدير الفني بص المدير الفني بيعرف جميع النادي الأهلي ومجرس دارته مين المدير الفني بتعقدته معاه واللعيبة بتعرف في الراجل إمكانياتنا إيه دلوقتي كولر بيعمل تدوير مؤقت اسمه التلاتين لاعب كلهم جاهزين للمباراة حسين عبدالقادر تاو على طاهر أفشك قندوسي قهربة شريف رامي كل الكلام ده اسمه تدوير مؤقت الراجل شغال بي إن أنا أبقى عندي جهزات للاعيبة كلها في نفس الوقت هو عنده نظرة بعيدة على الملف اللي أخفق فيه مسيماني إنه كان عينه على أفريقيا ومداش اهتمام لملف الدور العام الراجل بيقول لك أنا عندي مباراة بكرة فرق بينها وبين مباراة الوداد ست سبعة أيام منهم المباراة اللي بيبقى فيها الاستشفاء واللي قبل المباراة ثلاثة أربعة خميس جمعة خلاص خمس أيام خمس أيام انت بتقول فيهم فيهم يومين انت اليوم اللي بتشتغل فيه تاني يوم اللي هو بعد مباراة السراميكا وعندك اليوم اللي قبل المباراة اللي بتصحح فيه حاجات معينة الراجل هو شغال بيشتغل بملف اسمه بس الروح أنا عايز من المباراة التلاتة بونت وعايز أحافظ على العيب دي الراجل هو بيشتغل عارف هو ياخد إيه الناس كلها استغربت إيه الأداء اللي احنا شفناه في المباراة طلاقة الجيش شوت أول عادي وبعد كده شوت شارس كولر بيقسم المباراة لتلات مراحل بياخد من المباراة بدايته في مورات الطلاقة للجس النبض ثم أداء فرقته من 4, 2, 3, 1 وهو قبل كده كان بيلعب 4, 1, 4, 1 لنجاح مروان عطية الراجل البكرة هتشوفه شارس من البداية عشان يريح أكبر كدر ممكن هيبقى في دماغه إنه بيحضر لمطش الوداد طبعا هيبقى في دماغه إنه يقفل صفحة الدوري بقى اللي خسار ممكن لا هقولك على حاجة هنشتغلها بمزام مختلف مشتغلين من اسم سرامي كان هشتغل بـ 35% من إمكانيات لعبتي إنه أنا أبقى متطمن على أكبر كدر ممكن منهم عشان مباراة الوداد وفي نفس الوقت يعيني على مباراة الوداد أخرج بالمباراة لبر الأمان بدون إصابات بمثلا قاله ديانج أخد منه وقت أخد من توا أخد من حسين وقت أخد من عبدالقادر وقت وهو نجح في ده في المباراة اللي فاتت بتاعة إنبي وبتاعة طلاق الجيش إدى رامي شوف إدى رامي على حساب مين؟ ياسر يبقى أنا دخلت رامي وياسر ومتولي وعب منعم اللي أربعة كويسين محمد أشرف اديت ونبض مباراة كاملة 92 دقيقة عشان أقل من الضغط عشان أدي أكبر كدر من الوقت للراحة اللي خاص بعلي معلوه اديت خارد عبدالفتاح عشان أدي أكبر برضو قصة من الوقت الراحة اللي خاص بمحمد هاني وديت لمروان خدت منه وقت معين اديتوا في مباراة الامبي والناس كانت مستغربة الرجل بيلعب في اللتيم إزاي بس بعد مدة زمانية أسحبت بقى مفاتيح اللعبة اللي أنا هتطر حمل عليها المباراة اللي بعد دي وديهم أكبر مساحة الأهلي في الفترة دي عنده من الكم ما يكفي من الكم أنا قلت لحضرتك معايا خلينا أسألك حاجة تفضل يمكن تبقى يعني هي مرتبطة بالمطشين مش قادر أفصلها يعني كم مركز محسوم كم مركز محسوم في تشكيل الأهلي في مباراة الولاد خمسة خمسة اوه روملي بالشناوي يبقى ستة بالشناوي يبقى ستة الشناوي محمد هاني وعلي معلول هاني ومعلول عب منعم ومنعم مروان مروان حسين الشحات حسين الشحات وهبقى طماع وغش أحط برستاو برستاو سبعة يعني خلاص والباقي كهرباء مش محسوم لا هقولك هو خد من كهرباء على مدار فترة كولر بالتوازي بديك خمسة وستين وغيرك مع شريف قدل شريف سبعين وغيرك ونزل كهرباء على حساب شريف اه يعني أنا عايزة دخلك توصل المركز ده كهرباء شريف خلاص يعني كهرباء شريف مين يبدأ مين ما يبدأش النسبة النسبة اه ستين أربعين اه كهرباء شريف كهرباء شريف الباقي لسه لم يحصل بعد اه طبعا السبع اسماء اللي انت قلتهم دول يلعبوا ماتش بكرة لا مايلعبوش ماتش بكرة متولي وبرومي عشان انا هحتاج الكيميا اللي لايقه ما بين ياسر وعب مينها هاني من خير دعفتح قد محمد أشرف قد وفي مفاجأة كوكا اما نزل لعب على الدايرة ما حستش ادى مهام لعمر السؤال انه يزيد بقى كوكا قافل حتة نص الملعب مع ألو ديانك خلاص انت خدت اللي انت عايز حمدي انا محتاجه في حاجة معينة حمدي بتاع ماتشات اوروبية بتاع ماتشات حاسمة انا محتاج حمدي في حاجة معينة هينفذها لي في مباراة الوداد في نفس الوقت بيرستاو انا بديك يا حسين لا انا عارف حسين هيعمل ايه اديت لعبدالقادر عشان الاتنين يبقوا قربوا من بعض ابقى محتار في الاختيار اديتك يا طاهر عشان اشوف القندوسي هقول لك على حاجة من مكاسب كولر لمباراة طلع الجيش الغريبة افشا تاكالنج بدون تحليق بيضغط الراجل غير المفهوم ما بقاش عنده النجم الاوحد بقى عنده روتشن لكم من نجوم اللي يحتر فيهم اي مدير فن ان يحط 11 لعي خلال اللي عدكة بتتمنى النزول وخلال اللي برا خالص يرجع عشان يقول للرجل انا موجود وحطني في الصورة ما هي الصورة دي حاجتين ابقى متواجد وبشارك في المباراة اللي جاية اذا كانت سراميكا ولو مباراتين الوداد وفي نفس الوقت انا بحط حساباتي مع الراجل بقول له انا موجود ما تنشينيش ما هيبوس يا جماعة الاجانب هم كده انت بتشرح له حاجتين انا موجود وادائي انت مقتنع بيه وفي نفس الوقت ما تفكرش في غير هو عمل كده القندوسي وقفشة وطاهر وعبدالقادر وخارد عبدالفتاح ومحمد أشرف وكوكا وشريف لا موجودين فيه فيه كتير فيه كتير يلفتو أنظار اللي عبت النادل أهلي الراجل من كتر مرونة إمكانيات والتغيير للطريقة 4-2-3-1 ماتش الجيش ماتش أمبي تتقلب الكلام ويتقلب الحواديد بتاعته هو غير غير معلن للفرقة هتلاقي محتار هتلاقي المدرب سيفن فاندبروك المدرب بدون الفن الفرقة الوداد هيفكر هو يلعب إزاي 4-1-4-1 ولا 4-2-3-1 ولا 4-3-3 هو الراجل ده شوية بيكون شوية بيغير عشان أنت 90% عندك محل الأداء بتتفرج على كل مباراة بتتفرج على ماتش الماتشات الرسمية في الدولة المصر إذا كانت أمبي ولا طلعي الجيش ولا صلاة ميكا الراجل في حيرة حد عبدالقادر الراجل ده مهاري فأنت هتلعب على البكر بالأداء اللي بلعب عليه عبدالقادر أنت متوقع أن الراجل جي يلعب جيم دفاعي هنا في القاهرة لا 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 هو 4-1 خلاص كولر في مصر شخصيته 4-1 لا أنا أتكلم على ستيفن ستيفن باندوبروك ها طبعا هيبقى بيأمن هيبقى بيأمن ويستعمل المرتدات اللي هي على أطراف أو ناجم الراجل السرعة عشان يشتغل على علي معلول حميد أحداد هيبقى مش موجود عشان الإنظار هيبقى من جهة هاني هو هيبقى الأمن ثلاث حاجات من فرص كهرباء وإمكانيات برستاو ومهارة حسين الشحاك لا بص المباراة بفضل الله ان شاء الله بعد الساعة الكاملة اللي تبقى موجودة أستاذ القايرة يوم أربعة ستة تحسم المباراة ونفتكر وهجي الحضرتك هنا قبل المباراة وقولك الأهلي حقق إيه بمناسبة كلام كابتن عمري عن الحضور الجماهيري أنا أقولت حالكم مبارح وبأكد لكم مرة تانية قصة الحضور الجماهيري إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هيكون الساعة الكاملة بس قصة الحضور الجماهيري لم تحسم بعد عشان كل كل كلام اللي تقال في الموضوع ده أو في الإطار ده معلومات غير صحيحة وغير دقيقة على الإطلاق وبإذن الله إن شاء الله الأهلي هيواجه الودات في استاذ القايرة ساعة كاملة بحضور جماهيري كامل ما هو أستاذ أحمد المسرحية بدأت بمشاهدتنا للمشهد الأول في مباراة الهلال والمشهد الثاني في معلومات في ماتش التراجي والرجاء إحنا بننهي المسرحية بالنهاء في معلومات تساربت ومعلومات غلط هي مش معلومات هي إشعاعات خليني نقول إشعاعات تلعت إنه الأهلي هي لعب قدام الودات ب20 ألف يعني حضور جماهيري بس فقصة دي أكيد دايقت الناس وأكيد ما تفهمتش عند ناس تانية وأكيد قال لي عشان تزود البلبلة والكلام النادي الأهلي إما هيعرف الساعة الكاملة النادي الأهلي هيعلن دوت ويقولك الساعة الكاملة 70 ولا 80 متفارك هتلاقونا هنا بنتكلم في ده بشكل رسمي ونهائي معلومة من أصل البيت بشكل نهائي من أصل البيت سيراميكا إيه من وجهة نظرك شايف الفرقة إزاي بص سيراميكا عندها حاجتي الجيش على فكرة رغم أنه يعني أنا اتفاجأت بيه بصراحة أنا متفاجأش على الجيش بقى لي فترة لكن اتفاجأت أولا بسكواد عنده سكواد كويس جدا صغار السن كلهم وعندهم كورة وعندهم لعيبة مؤثرة جدا اتفاجأت الحقيقة ولعبه جيم كويس جدا قدام النادي الأهلي مع منظومة الجيش ومعهم الكابتن عمد بن حاس تشكيل فرقة جديدة من صغار السن زي ما احنا شوفنا وجود خبرات كانت بتبقى تطعيم لأثناء المباراة النادي الأهلي أنا بستغل كل خطأ بستغل كل فرصة أنا بدأت من بداية الشط التاني ضغط استغلت فرصة أفشة وأحرز هدف وهي جاية الأفشة حباه ريحاله اتنين الأداء والشك حباه لا هوجون أفشة دا توقيته كمان لأفشة نفسه مهم جد هي حباه لي يا صاحبات حباه عشان حاجتين حباه أن أنا مخلص وأما جم أحد الصحفين بيكلموا معي أنا قلت أنا فطوع المدير الفني واللي هيؤمرني به أنا جاهز في أي وقت عند الإشارة أنا جاهز للنزول الإشارة كانت موجودة وانت نفست وأحرزت وروح تعبارت والأهم من المكسب بقى الروح اللي انت شوفتها من محمد عبد المنعم وعلي لطف واللعيبة اللي أعد بره ومصفة مخروف الحتة اللي كل الناس دي رايحة لي المكسب هنا الروح والحب أدي واحد اتنين في عز ما انت بتفكر عشان الأداء للمباراة ابتدت تحرز الهدف التاني ضرب الجزاء ومهمة قوي تيجي إن هي ترد على كل مشككة إمكانيات عمر السلاية أنا قلت لحضراتك هنا عمر السلاية ما جيت عبر عن إن أنا زعلان على نفسي أنا عايزة استعيد عمر السلاية بسرعة عشان أرجع أكون موجود في تشكيل الحضاشر بتوع الناد الأهلي فزع لي ممكن يكون ملامحي أنا حزينة بس مش للتغيير ملامحي على حزني على نفسي على أداء يا عمر كمان من لعيبة اللي لازم يكون ليهم دور كمان مهم جدا الجندة جف وقتها جف وقتها طبعا طبعا إنه لعيبة زي شناوي زي علي معلول قصة أنا مش قصة شالد كابتن قصة هنا قصة خبرة قصة تجربة لعيبة خاضة المطشط اللي من النوع ده ودي بيبقى ليها طبيعة خاصة وبتبقى صعبة بشكل كبير جدا مش قصة بس تسعين ديها في الملعب فعمر السلاية علي معلول محمد شناوي وكابتن الفريق كبار طبعا ليه مدور كبير حضرتك مش تلاقي حاجة تدور فيها في الناد الأهلي عشان تعمل مشكلة هتعمل ايه أهد بطريقة مفتعلة بالكلام أصلى علي زعلان أصلى عمر السلاية كابتن الفريق أصلى هاني كان هو اللي ياخد الكلام هو الكلام دو الحمد لله لنهد الأهلي في فصل ده كابتن ساد عم حفظ فصل لعبته عن الأقوال اللي بتتقال خلينا نروح لتمرينة الأهلي النهاردة تمرينة يمكن هتبدأ أو بدأت من دقيقة بسيطة جدا وازمنا فاروق صلاح موجود في نادي الأهلي في الجزيرة في ملعب التتش هيطمننا على تمرينة النهاردة ونتطمن منه على آخر الأخبار المرتبطة بحمدي فتحي وقصة مشاركته من عدمه في مباراة الدور النهائي يا فاروق مساء الخير برحب بك زميل العزيز أحمد سمير وبرحب بكابتن طبعا الكابتن عمر الحديد وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان التمنية لسه غدأت شكلها زميل أحمد من خلفي خلاص سواني أو دقائق بسيطة تنطلق تمرينة النادي الأهلي طبعا يكون التمرينة للتدريب الأخير للنادي الأهلي استعدادة لمواجهة تفريق سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة السبعة والعشرين خليني أكد على أهمية المباراة وكلام مستر مارسل كولر بالأمس واليوم مع اللعبين على ضرورة ختام من مرحلة الدوري أو الثلاثة مباراة اللي الفريق خادهم سواء أمام أو طلاق الجيش وغدا إن شاء الله أمام سيراميكا بضرورة تحقيق الفوز خاصة أنها تبقى البروفة الأخيرة والانطباع الأخير للجماهير وللكافة يعني الجماهير اللي النادي الأهلي قبل مواجهة الوداد شكر جدا يعني في كلامه أن تعامل جمهوري للنادي الأهلي وتعامل الإعلام مع مباراة الوداد أن خلال التلات مباريات أو المباراتين اللي خادهم الفريق ما كانش فيه أي حديث عن مباراتي الوداد وده وفر جزء وجانب من الهدوء التام لللاعبين قال الوعي اللي عنده الجمهور والأمور اللي لمسه من خلال الفترة الأخيرة من بعد مباراة الترجي ده كان أمر مهم جدا عندنا تركيز في مباراة سيراميكا وضروري التحقيق الانتصار في مباراة سيراميكا بعض الأمور اللي عايزة أطمنك عليها زميلي أحمد على الخاصة بي حراسة مرمى النادي الأهلي خليني أكدلك من خلالك يعني أنا في خلفي ده الكابتن محمد اللاشناوي وكابتن علي لطفي اللي اتنين بيجروا طبعا المرحلة الأخيرة أو يعني خلاص المرحلة الأخيرة من البرنامج اللي كان موضوع لي الكابتن محمد اللاشناوي وكابتن علي لطفي اللي خليني من خلالك ومن خلال قناة النادي الألي بأكدلك جهزيتهم لمباراة الوداد القادمة بإذن الله بأكدلك طبعا أدي شايفين الكابتن محمد اللي شناوي الكابتن علي لطفي خليني من خلالك زميلي أحمد أكد لك جاهزية الثناء إن شاء الله لمباراة الوداد سواء المباراة الأولى أو المباراة الثانية زي ما أكد لنا الدكتور أحمد أبو عبلا زميلي أحمد ده بعض الأخبار والأقويل اللي ترددت بالأمس عن إصابة حمد فتحي وده أمر مهم جداً بيشغل كل جماهير للنادي الآلي خليني أطمنك أيضاً يعني على حمد فتحي أحمد فتحي كان شعر بالأمس بإيجاد في العضلة الخلفية أجرى الدكتور أحمد أبو عبلا مجموعة من الفحوصات سواء على مدار 24 ساعة سواء أمس أو اليوم خليني أطمنك الأمور بالنسبة لحمد فتحي إن شاء الله هو يعني بالإزام أكد لنا الدكتور أحمد أبو عبلا هيغيب خلاص بصورة مؤكدة عن مباراة السيراميكا اللي هي أخداً بمشية الله لكن إن شاء الله يكون جاهز لمباراة الوداد طبعاً فيه مجموعة من الفحوصات اللي أجرها دكتور أحمد أبو عبلا ومن خلالها وضع برنامج الاستشفائي لحمد فتحي يعني أكد لكمان الدكتور أحمد أبو عبلا أنه خلال هذا التمرين هيقوم ببعض الجارية حوالين الملعب ضمن البرنامج الاستشفائي الموضوع لكابتن حمد فتحي في الوقت اللي أنا أكلمك أيضاً مستر بارسي الكولر بيعقد خلاص محاضرة أخيرة داخل الملعب مع اللعبين بيتكلم على مباراة السيراميكا بيأكد على هذه المباراة اللعبية أكيد مركزة طبعاً في أنها تختم زي ما قلنا مرحلة الدوري بالفوز ومن ثم إن شاء الله نبدأ بعد كده نفتح صفحة مباراة الوداد يعني تقدر تقول إن ياسين الميكاري هو الوحيد اللي بيتطرق لمباراة الوداد إنه بيبدأ يجاهز الأمور أو المباراة الخاصة بفريق الوداد ليه مستر مارسي الكولر الفرد أو الشخص الوحيد داخل جهاز النادر آلي اللي تلاقيه هو الوحيد اللي بيتكلم درقاته في مباراة الوداد لكن الجميع بيركز في مباراة سيراميكا بطمنك على عودة اللعبين اللي طبعاً ما شاركوش فيه مباراة الأخيرة أمام الطلاقع للجيش كل اللعبين الجاهزية اللي شايفينها من اللعبين عودة كل اللعبين اللي ما شاركوش بيرستاو علي معلول حسين الشحات كافة اللعبين إن شاء الله زميل أحمد جاهزين لهذه المواجهة اللي نتمنى بمشية الله إن لعبة النادر آلي إن شاء الله اضحق تلات نقاط مهمة جداً يكونوا مهمين في مشوار الدوري بإذن الله الجو عندك طبعاً أفضل من مباراة يعني أعتقد إنه إحنا مباراة يمكن كان معنا زميلنا محمد توفيق كان فيه يمكن عصفة ترابية وكان الجو في مصر عموماً يعني أو في القاهرة تحديداً كان صعب جداً شايف النهاردة الدنيا أفضل بكتير طيب باشكر الزميل فاروق معنا لسه مستر مارسل كولر زميل أحمد لذلك يعني نقطة الجو وحرارة الجو اللي كانت بالأمس زميل أحمد مستر مارسل كولر فضل أنه يأخر كمان التدريب اللي النهاردة بدل الساعة السادسة يكون في تمام الساعة السابعة طبعاً انكسار حدة الشمس درجة الحرارة أفضل زي ما أنت شايف زميل أحمد اللعيبة الفرحة أو يعني الارتاح على وجوه اللعبين تصابق طبعاً للتواجد إن شاء الله فيه قائمة المباراة غداً بمشية الله اللعيبة اللي مشاركتش وأيضاً علي معلولي اللي ما كانتش فيه المباراة الأخيرة أمام طلاع الجيش بأكدلك جاهزية كافة اللعبين الزميل أحمد زي ما أكدنا بنأكد إن شاء الله جاهزية أيضاً الكابتن محمد اللي شناوي وعلي لطفي أيضاً زي ما أنت شايف مصطفى شوبير ومجموعة الحراس اللي هم هيكونوا موجودين إن شاء الله في المباراة غداً مصطفى شوبير حمزة علاء أيضاً اللي بدأ ينزل أيضاً في التدريب اللي جماعي النهاردة مع مصطفى مخلوف وحزم جمال حراسة مرمى النادل أهلي بخير زميلي أحمد طبعاً معنا كابتن الكبير الكابتن عمر الحديدي واحد من كبتن النادل أهلي إن شاء الله يعني ربنا يكرم في هذه المباراة بمشية الله زميلي أحمد لا دي كانت أهم مرسالة الحقيقة النهاردة يعني ملف حراسة المرمى في الأهلي كان صداع شوية عند الجمهور وهو ملف طبعاً صعب وفي توقيت حرك جداً لكن الحمد لله إن احنا تطمنا النهاردة من خلالك يا فاروق على محمد الشناوي وعلى علي لطفي وعلى مصطفى شوبير وإن شاء الله بإذن الله يعني يكونوا جاهزين طبعاً قبل أنا عارف إنه بكرة شوبير هو فرسل الأكبر في المشاركة في تشكيل أساسي لكن طبعاً تطمنا على الشناوي وعلى لطفي وعلى كمان الحقيقة حمدي فتحي اللي نتمنى إن شاء الله يكون الموضوع يعني خفيف وما يمنعوش عن الجهزية والمشاركة في مباراة الودات بشكرك شكراً جزيلاً زمنا فاروق صلاح من ملعب مختارة تيتش فيه النادي الأهلي في الجزيرة أدي كل اللعيبة وأدي التمرينة بتاعت النادي الأهلي ولحظات بدايتها بمشاركة كل نجومنا إن شاء الله اللي يكونوا جاهزين مش بس المطش بكرة لكن كمان لمباراة الودات كل مربع كان شوية صداع يعني أربع خمس حاجات قالهم أربع نقاط مهمت جداً لطمئنان على اللعيبة الشناوي وعلي ومصفة شبير وحمز علاء لطمئنان على حمدي فتحي الشغل الشيغل اللي ظهر على السوشيال ميديا زكاء كولر إن اللعيبة كلها مركزة المباراة صليمية كما عادة واحد داس ياسين ميكيلي إنه بيفكر إزاي يفلطر مباراة الوداد الموتشين اللي تلعبوا يخرج منهم الأداء اللي هو هيشتغل عليه في قصة تانية في موضوع الوداد أنكتش عايز صبعاً ياخدش في الوداد قوي بس يعني في قصة تانية كابتر عمر فكرة إنه الوداد السنة دي مش هو الوداد البطل السنة اللي فات ومشوره السنة دي مش هو نفس مشوار الوداد السنة اللي فات يحترم النادي الأهلي بيحترم كل الفرق يحترمه للتراجي كان أكبر مسأل الأداء اللي احنا بمشاهده الراجل بيشتغل إن أنا معايا مجموعة لعيبتي وفكري وأسلوبي ومحاضراتي إن أنا بيشتغلها من بعد مباراة طلاع الجيش هو شغل هدف معين في مباراة صلو ميكا غدا بإذن الله يوم لتنين في نفس الوقت هو مخلي واحد تاني خالص منفصل عن اللعيبة بيشتغل على إزاي أشتغل على مجريات المباراة أحسم المباراة في مشهد نهائي واربع بصرف النظر عن النتيجة بصرف النظر عن النتيجة أتمنىها مكسب أنا هتمنىها مكسب طبعاً إذن الله التابعون تدول يفرقوا معنا ويقربونا كتير جداً من حسم لقب البطول وخصوصاً نحن يسلينا عدد من مؤجلات مؤجلاتنا بس تكفي الحسم اللقب في دكتور وفي معيد هو الدكتور بيحسن مباراة معينة لمباراة صلو ميكا والمعيد بيحضر له البروفا أو المحاضرة اللي هيعملها من أداءه وتحليل أداءه في مباراة الوداء أنا كجمهور بكرة أستنى مش مستني نتيجة يبتهالي أن الجمهور نفسه طبعاً أهلي يكسب مفيش مشاكل لكن أهم من نتيجة المباراة بالنسبة للجمهور هو العرض اللي هيقدمه النادي للأهلي من بكرة؟ هل في مطش السيراميكا بكرة أنا كجمهور أنتظر عرض زي اللي مثلاً شفتم الأهلي قدام أمبي كورة واستحواز وسيطرة وفعالية وهجوم وفرص كتيرة ومكسب مريح ولا أنتظر مباراة زي مباراة الجيش مباراة على الداية كده أكسب فيها ثلاثة بنت ومش مهم العرض ومش مهم الأداء المهم مطلع بفرقتي البر الأمان قبل ما أبتدي حضر لمطش الولايات المسمى اللي أنا سميته الكورة بالطالب المكار اللي كل الناس بتتكلم عنه دلوقتي أنا قلت لحضرك المسمى الأساسي بتاعه مقصدار بيقيفصل كل بدلة لمباراة النادي الأهلي يلعب بها المباراة القادمة هيبدأ في مباراة الامبي إحنا شفنا أداء واستحوازه نتيجة مباراة الامبي قادر أقول عليها استمرار للنجاحات اللي هو ماشي عليها الفترة اللي فاتت للنفس مستوى الأداء اللي شوفه في مطش ترجي لما بيجي يحصل دروب حتى لو كسبت على فكرة وحتى لو فيه مجهدين ده من نسبة لي يقلي أنا عايشوف الأهلي كيرفو بيعلى قبل مطش الوداد عايزة أشوف كنت أتمنى طبعا أشوف الشناوي في الملعب لأنه الشناوي كان صاحب دور مهم جدا ورئيسي جدا في مشوار الأهلي في أفريقيا أنا قلت لحضرتك هو روتشا مؤقت أنا أعرف أنه هو مجبر هو مجبر أنه بتطمن عليه عشان أنا محتاجه بعدين لما كنت بتلعب أنت شخصيا يبقى عندك مطش مهم جدا وتبقى مصاب أو راجع من إصابة ودخل على المطش ده بتحس بإيه يعني بتحس أنك قادر تجيب مستواك على طول في مباراة إيلة مع خصمة إيلة على لقب بطولة ولا القصة بتحتاج لا أقول لك على حال خبرات الشناوي وخبرات علي معلول وخبرات السلية وخبرات عب منعم والأسماء الكبيرة الموجودة وكهربة وشريف وأفشل أسماء الكبيرة اللي عندهم خبرات الموضوع ده مش غريب عليهم إيه ماتش ولا اتنين لسبب إجهادي أن أنا بريح نفسه عشان ألعب في المباراة الأساسيب أكس أليم وكامل الشفاء الفورمة الفورمة دي أن أنا ممكن أقول لك أن أنا مثلا مصطفى شبير هقول لك على مجموعة حاجات تقدر تحدد بها النادي الأهلي بيفكر إزاي الراجل اتعور ألف مليون سلام عليه وخارق مرضاش يخرج من ملعب رغم تجهيز مصطفى مخلوف وراجل خات غرزتين أو الدكتور أحمد أبعابلة شابولي لضغطه الفترة اللي فاتت لتجهيزه لعلي لطفي والشناوي والاستشفاء معلول والحسين الشاحات دلوقتي انت فرقة النادي الأهلي كلها مكتملة أما أنا بشكك في إمكانية النادي الأهلي قبل مباراة عشان أدور على الناس المفتعلة اللي بتقول دي شماعة أداء بحلق عليها الأهلي إصاباته كتيرة وعنده 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 إحنا ما بنتكلمش بيت النادي الأهلي هو اللي بيطلع المعلومة السليمة ماناش دعوا بالكلام اللي بتقال حوالينا النادي الأهلي اللي تتعنده مباراة بكرة الراجل بيفكر في حاجتين أنا عند المكسب وعند الأداء وعند الاطمانان على العيبة رقم واحد هشتغل زي منا زي مباراة الجيش وزي مباراة أمبي وزي مباراة سيراميكا اللي هتبقى بكرة في نفس الوقت بطم من الناس بأداء لعبتي بالشكل المردي اللي حضرتك عايزه أحد مشاهدي النادي الأهلي في مباراة أمبي هل أنت هتبقى شرس من البداية ولا أنت هل هتشتغل شوت كامل بعد كده تجر أي فرقة وتاخدها لالتفاع الأداء البدن اللي عندك وقوع المستوى البدن لكل فرقة بتقبل النادي الأهلي من بداية الشوت الثاني هو عارف النتيجة هتبقى إيه إيجابية بكرة عكس مباراة الجيش وهتبقى بنفس شراسة مباراة أمبي والترجي هناك والرجاء هناك أطمن في الرجل بيشتغل في حاجتين طمأنينة اللي بيتفرج علي ولغز لللي هيحدد أنا عندي هلعب بمين وأنا غير مكشوف وغير مرقي للفرقة الثانية أنا عندي أوراق الأوراق اللي أنا بشتغل بيها الكوتشينة كبيرة كبيرة جدا فيها كام من الورق 30-40 ورق هلعب بمين آه في ناس عارفة وناس متأكدة شناوي وهاني ومعلول آه لا بديل عن ده بس كلهم أو لما هطلب وجودهم هيكونوا بيقدوا أي مع الاحتفاظ بتغيير طريقة اللعب اللي هتبقى غير مرقية وغير معلنة لفرقة الودات اللي هو السيناريو اللي بيحضره كولر بالزبط لاستقبال الودات في القاهرة إزاي بقى؟ أنت محتار وأنا محتار إذا كان إحنا النادي الأهلي محتارين في فكر الراجل هو ده التعلم المكار اللي زكي عارف هو أركان البطولة وزكاءه واحترامه لنفسه أنه أخطأ في مورات سندوز ورجع من الخطأ بإيجابية ونجاحات كتير من ساعتها وتصحيح وضع النادي الأهلي أنه هو بيلعب نهايئي دلوقتي إن شاء الله المشهد ينتهي بكرة بجزء ويوم الحد 4-6 بجزء ونحتفل 11-6 بجزء النهائي بإذن الله إحنا الحمد لله من بعد ماتشو سانداونس 13 مباراة خلاص 12 فوز تعادل وحيد دخلتش الشباك النادي الأهلي غير هدف واحد ما هو أنا أقولت لحداك وأنا معاك في البلنامج تصحيح الأوضاع للنادي الأهلي وطمأنينة الرجوع إمكانية كلها ندي وقت السيراميكا شوية تحاول تقرارنا حالة الفريق سيراميكا عنده حلين في حل كان موجود عليه وهو مباراته وهو وجوده مع معين الشعباني بالأداء كمدير فني للعيبة اللي موجودة والحل التاني وهو الحل المبدع مع كابتن حلم طولان والدكتور ممدوح بس بياخد وقت كابتن حلمي من تاني مباراة يمكن حصل إن أحد أعظم أجل الزدار أعتقد أنه طريق أبو العيني إنه هيدي غرامة للعيبة في الأداء اللي حصل الراجل منع وجود الغرامة دي عشان يفوق لعيبته كابتن حلمي بياخد وقت ياخد وقت كمية الكابتن حلمي من أداء الفني وكمية الدكتور ممدوح محمدي للأداء البدني اللي اتنين لسه ما لحقوش ما لحقوش يعملوا فايقولوا إيه اللي اشتغل منه معين نكمل عليه بدعم نفسي للعيبة إن شغلنا لسه ما بنش من بداية ده ماتشين كمان تبتدي تشوف سراميكا بالأسلوب اللي انت حضرك عليه اللي هو مخيف اللي هو الكابتن حلمي الرسام الأخير اللي بيحط الرطوش الأخيرة لتبلوه يقلي باسم سراميك بس بياخد وقت شوية عبلا ما يدخل لعيبته في أداءه الفني اللي هو عايز يشرحه والأداء البدن مين اللي بتعمل العمس الخطرة اللي تعمل حسابها في فرقة سراميكا فرقة سراميكا كلها وكلر هو اللي علمنا بكده إن أنا بقول إن أنا بحترم الخصم وبحترم إمكانياته وبكبره باحترامي إن إن شاء الله يكون المكسب لنا دلقاء أخطر رعيف في سراميكا بشكل تاني أنت هتلاقي في المحاضرة ممكن يكون ميدو جابر بيتكلم بيقول محمد أبراهيم بيقول أحمد ياسر بيقول أنا موجود كل دول جوه الناد الأهلي كل دول كانوا موجودين قبل كده كل دول عارفين نبد الناد الأهلي شكله إيه بسام خلي بالكو الناد الأهلي عما الوقت بيعدي كتير الناد الأهلي بيفقد أعصابه لا الناد الأهلي كان زمان ممكن ييفقد أعصاب الناد الأهلي عنده من السبات المفعال سيطرت على مجرات المباراة بتطلب من الجمهور بثلاث حاجات الجمهور بيطمن لعيبة الأداء وسيطلطها على مجردات المباراة والنتيجة والعدد من الأهداف الأهلي بيتطمن لده فالراجل من البداية هيكون أول عشر دقيق جس نبض ثم بقولوا عليها شراسة النادي الأهلي ببان من بعد عشر دقيق من المباراة يعني هو العرض القوي والنتيجة تحسم ثلاث نقاط للأهلي وسلمت لعبينا بكرة يبقى العلامة الكاملة المستر كولر في المباراة الأهم إن شاء الله بإذن الله أن نعدي المباراة دي بسلام وبعدها نفتح ملف مطش الوداد إن شاء الله بإذن الله عندنا فترة أعتقد كافية جدا لتخطية المباراة وهنتابع معاكم طبعا لحظة بلحظة وهنقرب منكم فرقة الوداد ومشورها ونجومها ومديرها الفني الجديد اللي بالمناسبة احنا انفرضنا يمكن وأجرينا معالي قابل كده هنا في السادسة قبل ما يبقى مدير فني للوداد ويعلم تماما ويقدر حجم النادي الأهلي وقمته بس خليني أقولكم أنه أهم النهاردة حاجة يمكن في الحلقة نحن تطمين على جهزات الشناوي وعلي لطفي وشوفناهم مع حضراتكم على الهواء يمكن كابتن عمرو تطمين أكتر أنه دايماً اللعيبة الكبيرة والكابات الكبار يقدروا حتى لو رجعهم إصابة وعندهم مباراة مهمة يكونوا دايماً في أعلى فرمة ممكنة شكراً كابتن عمرو نوارة الدنيا حبيبا شرحتنا في السادسة وإن شاء الله نستمتع بالأهلي بكرة وبكرة هيبقى حلقة يوم المباراة عنقرب بقى أكتر من التاكتكس والتشكيل والخطة وطريقة اللعبة في الفرقتين في حلقة بكرة إن شاء الله من السادسة بشكر كابتن عمرو حديدي مرة تانية على وجوده معنا بشكركم على المتابعة ونتقابل بكرة إن شاء الله تحياتي لك